السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى مرحبا أيها العزاء أبنائي وبناتي الكرام ومع هذا الاختبار لشهر نوفمبر إن شاء الله في اللغة العربية هيا ابناء العزاء السؤال الأول ابناء العزاء هذا السؤال الاستماع ضع علام الصح وعلم الغرط حازم كان يستحق النجاح طبعا ابناء العزاء هجاوب عليه السؤال ده إزاي وأنا لم أعرف القطعة لا فرق بين شريف وحازم لا فرق بين شريف وحازم فطبعا لازم أقرأ هذه القطعة لكي أجيب عن الأسئلة وهي تسمى قطعة الاستماع أو فقرة الاستماع حازم وشريف زميلان كلاهما أهمل في دراسة مادة الرياضيات فحصل على تقدير ضعيف أما حازم فاعترض على الدرجة وقال إنه مظلوم وإنه يستحق درجة أعلى وأنه أجاب إجابات صحيحة في الاختبار واستمر في إهماله للدراسة أما شريف فاعترف بأنه كان مخطئا ومهملا وبدأ يشتهد ويسأل معلمه في المسائل التي لا يفهمها وانتظر الزميلان في لهفة نتيجة اختبار نهاية العام فحصل شريف على درجة عالية ورسب حازم في الاختبار فقال المعلم الاعتراف بالخطأ طريق النجاح كده أبناء استطيع أن يجاوب عن هذه الأسئلة لأننا استمعت إلى قصة الاستماع أو فقرة الاستماع فحازم كان يستحق النجاح الإجابة أبناء خطأ لا فرق بين شريف وحازم خطأ فأحدهما جاهد واجتهد وصبر مع أنه عندما وقع ولكنه وقف من وقعته وجاهد وسأل المعلم واجتهد حتى نجح وتفوق أما الآخر فعندما وقع فشل ولم يكمل الطريق فرسب في آخر العام اختر قال المعلم الاعتراف بالخطأ طريق الفشل ولا النجاح ولا الهروب والراحة طبعا بناء طريق النجاح طريق النجاح نختار النجاح ننتقل الآن إلى النص الأدبي اقرأ الفقرة التالية هيا أبناء العزاء نقرأ الفقرة ثم نجيب عن الأسئلة يحرب العم كرم الأبقار كل يوم ويبيع الحليب للتجار وكان يعطي جاره الجد عامرا الحليب بلا مقابل لأنه الوصي على أحفاده اليتامة وذات ليلة ولسبب غامض حدث حريق في مزرعة العم كرم تكاتفت الجيران أو تكاتف الجيران معا حتى نجح في اطفاء الحريق وقال الجد عامر لا خير في شخص ينسى جميل الآخرين استخرجنا فقرة ما يلي معنى الشخص الذي يتولى شؤون الطفل اللي هو ابناء العزاء آخر كلمة في السطر الأول الوصي اللي هو الوصي مضاد واضح واضح طبعا ابناء العزاء مضادها غامض ضع علم الصح وعلم الغلط بدأ العم كرم بالخير أولا مع جيراني إجابة صحيحة نتعلم من القصة فعل الخير ورد الجميل إجابة صحيح أجب كيف رد الجد عامر الجميل لجاره ساعده في إطفاء الحريق ساعده في إطفاء الحريق ننتقل إلى النص المعلوماتي اقرأ الفقرة التالية ثم أجب للنحل بنية مجتمعية قوية تميزه عن سائر المخلوقات وتجعله معروفا بالنظام والتعاون يعيش النحل في خلية يتكاتف أفرادها جميعا للقيام بالمهام اليومية في صورة تتم عن النحل في صورة تنم عن أن النحل يتبع نظاما في إدارة خليته ويتساند أفراد خلية النحل في الدفاع عن الخلية فليست هذه المهمة مسؤولية نحل بعينها وإنما هي مسؤولية الجميع اختر مرادف الصحيح ما بين القوسين يتكاتف بمعنى أبنائي يفكر ولا يوافق ولا يتعاون ولا يأكد يتعاون تنم عن ترتبط به ولا تذهب إلى ولا تحكي لي ولا تدل على طبعا تدل على أبنائي العزية تدل على بعدك بيقول يعيش النحل في خلية لا يتعاون فيها أفراد وإجابة خاطئة أجب على من تقع مسؤولية الدفاع عن الخلية طبعا عن مجموعة الخلية كلها ابنائي تقع مسؤولية الدفاع عن الخلية على جميع أفراد الخلية على جميع أفراد الخلية النص الشعري أقرأ الأبيات التالية ثم أجب يا مصر رجالك قد صدقوا قد عاشوا بعزم قد سبقوا والدهر سيبقى مستمعا لشبابك دوما إن نطقوا يا مصر فداؤك أفئدة يا مصر لأجلك نحترق اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين معنى عزم شجاعة ولا قوة ولا صبر ولا إرادة الإجابة الصحيحة بنائي إرادة نختار إرادة أكمل شبه الشاعر الدهر بنغط بإيه بإنسان يستمع هاتي من الأبيات كلمة تنتهي بنفس نهاية سبقوا نطقوا صدقوا أي كلمة تدل على الإجابة صدقوا أو نطقوا ننتقل للقواعد النحوية الجميع مسؤول عن الطفل اقرأ الفقرة ثم يجب الجميع مسؤول عن الطفل الوالدان مسؤولان والمدارس مسؤولة والحكومات مسؤولة وأنتم جميعا مسؤولون استخرج من الفقرة ما يلي مبتدى جمع تكسير يعني مبتدى يكون جمع تكسير الجميع مبتدى ولكنه ليس جمع تكسير الوالدان مبتدى ولكنه ليس جمع تكسير لأنه مسنم المدارس مبتدى وهنا المدارس جمع تكسير يبقى هي الإجابة الصحيح يبقى المدارس جمع تكسير نختار أبناء العزاء المبتدى جمع تكسير اللي هو المدارس علامة الرافعي طبعا أتضم لأنه جمع تكسير خبر مثنى كلمة الوالدة بس لا أستنى أبناء الوالدان دي يعتبر مبتدى أنا عايز خبر مثنى طيب الجميع مسؤول مسؤول هنا ليست دي مفرد مسؤول الوالدان مسؤولان دي مسنى المدارس مسؤولة دي مفرد الحكومات مسؤولة دي مفرد وأنتم جميعا مسؤولون وأنتم جميعا مسؤولون هو بيقول لخبر مثنى طيب أرجع الوالدان مسؤولان الوالدان مبتدى مرفوع بالألف لأنه مسنى مسؤولان خبر مبتدى مرفوع بالألف يبقى مسؤولان يبقى نكتب أبناء العزاء مسؤولان علامة رفع طبعا إيه؟ الألف لأنه مثنى علامة رفع الخبر المثنى الألف لأنه مثنى اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين مما بين القوسين كلمة الحكومات مبتدأ علامة رفعه الضمة ولا الآلف ولا الواو الحكومات يا ابنائي علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنس سالم الضمة كلمة أنتم ضمير متكلم ولا مخاطب طبعا مخاطب ابن أنت وأنت أنتم أنتما أنتن كل دي ضمائر مخاطب اللي فيها أنت حاول الجملة التي من المثنى إلى المفرد واضبطهما الوالدان مسؤولان حاول الجملة التي من المثنى إلى المفرد الوالدان مسؤولان أو طبعا هو مدام أبنائي مسنى والمذكر يتغلب على المؤنس فإذن هنجيب المذكر نقول الوالد مسؤول الوالد مسؤول الوالد مبتدأ مفوعة لما ترفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد ومسؤول خبر مبتدأ مفوعة لما ترفعه الضمة الظاهرة لأنه أيضا مفرد ننتقل أبناء العزائي للاختبار الثاني في اللغة العربية فازت ماليكا بجائزة الطالبة المثالية شاركت ماليكا في المناقشات الفعالة لتفرض رأيها على الآخرين طبعا أبناء هعرف أجاوب إزاي على الأسر عايز نص الاستماع نص الاستماع أبناء العزائي نجيبه ونقوم بالإجابة عن هذا الاختبار الاختبار بيقول لي حيوا معي زميلتكم ماليكا فقد فازت بجائزة الطالبة المثالية لهذا العام وذلك لأنها بالإضافة لالتزامها بقواعد المدرسة وتفوقها الدراسي فإنها تمتلك مهارات الإنصاط وأداب الحوار وشاركت في مناقشات فعالة لتتعلم من تجرب الآخرين واستغلت جميع الفرص المتاحة للتعلم والتطور وأخذت بنصائح المعلمين على القيمة كده ابنائي قرأت الفقرة وأجاوب على الأسئل عاد ضع علم الصح وعلمت غلط فازت ماليكا بجائزة الطالبة المثالية نكتب صح أبناء العزائي شاركت ماليكا في المنافسات الفعالة لتفرض رأيها على الآخرين برضو لعدي إجابة خطأ ابناء العزائي اختر سبب فوز ماليكة تفوقها الدراسي ولا مهارات الاتصال ولا الأقز بنصائح المعلمين ولا جميع ما سبق جميع ما سبق ابناء العزائي اختره جميع ما سبق أجب كيف عرف المعلم أن أكرم ارتدى القبعة البيضاء طبعا ابناء العزائي كيف عرف المعلم أن أكرم ارتدى القبعة البيضاء كيف عرف أكرم المعلم أن أكرم ارتدى القبعة البيضاء من خلال الفقر ابناء نستطيع أن نحصل على الإجابة فارتدى البيضاء فأدرك الحقائق المتاحة المعلم ما رأيكم ده النص الأدبي ابناء معزلة ابناء العزائي احنا كده خلصنا هنا جميع ما سبق ننتقل عادي إلى النص الأدبي نقرأ الموضوع الأول ثم نجيب عن الأسئلة ما رأيكم في شبكة الإنترنت خالد تضيع الوقت عائشة تحفز على البحث أكرم مهمة يستخدم 62% من البشر المعلم إذن خالد ارتدى القبعة السوداء خالد ارتدي القبعة السوداء فأدرك السلبيات وعائشة ارتدت الصفراء فأدركت الإيجابيات أما أكرم فارتد البيضاء فأدرك الحقائق المتاحة وتلك ثلاث قبعات من استراتيجية القبعات السوداء استخرج من الفقرة مرادف ما يلي المتوافرة المتاحة خطة شاملة اللي هي استراتيجية ضع لم تصح ولم تغلط استطعت المعلمة تصنيف طريق التفكير طلابها إلى حين أجابوا على السؤال طبعا ابناء إيجابة 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 صحيحة القبعة السوداء تستخدم في تحديد الميزات إيجابة خاطئة كيف عرف المعلم أن أكرم ارتدى القبعة البيضاء ارتدى لأنه أدرك الحقائق المتاحة وتلك أدرك الحقائق المتاحة لأن إيجابة أكرم تحدثت عن الحقائق لأن إيجابة أكرم تحدثت عن الحقائق هذه إيجابة النص المعلوماتي اقرأ الفقرة التالية إنهم يستطيعون تحديد أهدافهم بدقة ويسعون لتحقيقها باستغلال الإمكانات المتاحة لديهم القدرة على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تبدو أمامهم ويقدرون على إدارة المواقف التي يتعرضون لها لأن لديهم نظرة شمولية تمكنهم من تغيير طريقة تفكيرهم بسهولة هؤلاء هم أصحاب القبعة الزرقاء إحدى قبعات التفكير اختر الإجابة الصحيح إيجاد توفير ولا تقسيم ولا توزيع ولا ترتيب الإجابة الصحيحة أبناء العزاء تكون توفير تبدو تصعب ولا تظهر ولا تتجمع ولا جميع ما سبق الإجابة الصحيحة تظهر أبناء ضع لم الصح ولم الغلط أصحاب القبعات الزرقاء لديهم أهداف محددة إجابة صحيحة أجب لماذا يستطيع صاحب القبعة الزرقاء قيادة فريقه نقول لأن لديه القدرة على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تبدو أمامه ويقدر على إدارة المواقف التي يتعرض لها ننتقل للنص الشعري أقرأ إلى بياتي التالية ثم أجب سأحكي عنك يا وطني عن الأمجاد والنعم بلادي عشت أحفظها هنا بالسيف والقلم وفي الآباد أذكرها بطيب العيش والكرم يختار إجابة صحيحة مفرد الآباد الأبدة ولا الأبد ولا الإبادة ولا التأبيد طبعا أبنائي رقم 2 الأبد رقم 2 الأبد الشاعر يقصد بكلمة القلم العلم ولا طريق الكتابة ولا المعلم ولا إداءات الكتابة الإجابة الصحيحة أبنائي طبعا العلم أكمل يفتخر الشاعر في البيت الأول بنقاط وطنيه يفتخر بإيه بأمجاد ونعم وطنيه بأمجاد ونعم وطنيه القواعد نحوية أخو صديقي اسمه أحمد وقد فاز بجائزة الشباب المبتكر نصحني ذات مرة وقال لي اليأس هو الفشل استخرج من الفقرة ما يلي خبرا الخبر ابناء العزاه وكلمة إيه اسمه أحمد أخو صديقي اسمه أحمد ضميرا منفصلا الضمير المنفصل ابناء العزاه اللي هو هو ضمير منفصل ضمير منفصل هو نوعه طبعا ضمير غائب اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين كلمة أخو مبتدى مرفوع على المترافية طبعا الواو لأنه مضاف إلى غيره فطبعا هنا مرفوع بالواو ابناء العزاه نصحاني ذات مرة الفاعل هنا ضمير منفصل ولا متصل ولا مستتر نصحاني هو ضمير مستتر نختار أبنائي مستتر نختار مستتر يعني بجائزة كلمة جائزة ابنائي فازة بجائزة سبقا بحرف مضاف إليه ابناء العزاه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه وكده ابناء العزاه كنت وصلت معكم من نهاية هذا الاختبار أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعيه وانتظروني في اختبار آخر بعد ساعات قليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا العجاب ابناء العزاه اشتركوا في القناة